موسيقى أمي الله يرحمها قالتلي الرفصة القوية ما تجيش غير من الحمارة اللي دلعته طالما خسرت الفلوس ولا خسرت النفوس يبقى المعلم ما يرجعش بسمكة من السويس موسيقى اه ايه انت يسا شفت حاجة ما تخلينيش اوليك الوش التاني انا ما بكونش جوشة من عنده ممنة اه بقولك ايه ان مضاش خطط وردت بوحرق دمي وبعدين تيجي عييلة زيك انت بوضي كل الخطط موسيقى موسيقى مش انا موزيع شاطر وبعدين بيبقى عنده خدرة يا يدلع اللي قدامه يا يطلع عين اللي قدامه طب ديجي نبدأ من الحتة دي انت ليه تطلع عين ضيوفك عادة او في المناقشات لما بتكوني انت اللي بتديري الحوار اه بس خلبيك انا ضد الهارد توك ضد الهارد توك بتعرفي تزنوء الضيور ايوه برد وبتعرفي تعملي الكورنرينج واتحواطيهم وحاجات زي كده طب ما ديجي نسأل سؤال ان ليه مشتغلتش موزيع من البداية لا انا من البداية عايز امثل من البداية بحب التمثيل التمثيل في مساحته وسعة ومشته كبيرة وفي تنوع التمثيل في مسرح في اذاعة في تراجدي في كوميدي التمثيل في رأس في غنى في شخصيات من ضمنها شخصية الموزيع صح فانا بلعب وانا موزيع انا بحب بقى موزيع جدا وبيحب بقى صحفية جدا ليه بحب لان الصحفي ده على فكرة دي شغلة مقدسة الله يكرمك مقدسة فلازم كل الصحفيين اللي نويين يشتغلوا كمان صحفيين يعرفون دي فيها قدصية ان الالم الالم تكتب حرف تحرك الدنيا حواليك تكتب حرف يا تدين شخص يا ترفع من قامة شخص تدل على الخير او تدل على الشر بحرفه انتقعد في بيتكو مولع لمبة بالقلم شوف قد ايه قدصية الموضوع فاللازم يشتغل الصحفي ده يعرف زي الطبيب كده يعني الصحفي ده حاجة مهمة ده ضمير ضمير بالقلم انا كان نفسي اشتغل صحفي عشان الحتة دي وكان نفسي اشتغل موزيع عشان بتطلع شخصية اللي قدامك بس يوم تكون ايه تكون بتحبه تكون عارف الحتة الحلوة اللي جواه مش الحتة الشريرة لان هو لو هو الشرير مش تعرف تحاوره على فكرة يعني انت لو كاره ضيفك مش تعرف تتكلم معي صحي وحيبان فعنيك وهتبقى غلس وهتباني ان انت دمك تقيل لازم تحب تضيف بتاعك اهه وتعرف الجوانب الكويسة اللي فيه ولازم تخلي الحوار مريح ده بقى نبرة صوت وأنا بقى لان افعني ايه مع ضيوفي كلهم بما فيهم انت كمان لما جيت اهه ان انا كنت بحبك اساسا فحاورتك وانا مبسوطة انك تكون على علاقة سابقى بهم فلان افعني مع الممثلين ان كلهم اشتغلت معي طبعا وعارف حكاياتهم وولدهم ويعزلهم من شقة ايه شقة ايه وعارف طبعه الغلس بايه ونرفسته وايه وعارف افهاته حكاياته الندرة مع مين وده برضو اللي نافع اللي انا شفته برضو فهمه اللي نافع كان حسين الامام الله يرحمه الله يرحمه كان هايل الله يرحمه مع ان هو يعني متحسش ان هو المزيع الفضيع بس علاقاته بالناس وحب الناس ليه الحب صح وانه معاش الممثلين نافعوا ده اللي نافع مدام السعاد يونس طبعا لانه عندها تاريخ طبعا يمتد من التمانينات مع كل المطربين والممثلين فبتاعه في تحاور الضيف بتاعها انك السيفي بتاعك شكله ايه مع الضيف وانتي قلت جملة ظريفة جدا انه مهم جدا يبقى المزيع او المحاور حابب الضيف اللي قدامه وما يبقاش كارهو بايبان فانيه طيب الكاميرا ما بتجدبش هل بما انه لما بتيجي تحاوري بقى ضيوف من زميلك الممثلين والفنانين وانتي عارفة كل الحكايات هل ممكن تستغلي نقطة ضعف وتروحي دايسة عليها علشان تحصل لقطة وانتراند والحلقة تنور لا يمكن لا يمكن هو جاي قاعد في امانتك قاعد معاك في ضيافتك دي حلقة تبدل متسجلة علينا العمر كله وانا عشان ترين داية ولا عشان اعلى عليه وانا مستنيه عليه وعلى زميلي يعني لما اجيه على اعلى على زميلي او زاملتي الحلقة دي هتبضل في التاريخ العمر كله اقابله بعد كده ازاي وقابل زميلي بعد كده اللي هم انصاره او ان هم هيتضيقوله اقابلهم ازاي همثل تاني ازاي اه مش دي اه يا عم شوفها عملت ايه فلان بنزعل على بعض خلي بالك طبيعي ده غير بقى الجمهور بيزعل يوقع تفتك الجمهور بتبسط لانه ليه جمهوره اللي بيحبوه طبعا وفيه جمهور بيقيمني يقولك بص قالت له ايه يعني كان لانه تفتح الموضوع ده طب ما قديه طب وبعدين خلي بالك انا فيهم اللي يبحبه في مكانه هل اقابلها لا هل اقابلها من موزيع اقابلها من موزيع طب انا صعب ابي عايزة يعني اولا اعمل حور ابي عايزة احدف اللي قدامي بالقبال اللي قدامي مثلا منكمل غباء في السؤال يعني ممكن تسأل سؤال غلس بس حتى وانت بتسأله مرره فوته او ما تسألوش على فكرة ده في مليون سؤال غير السؤال انت بتسأله دلوقتي فح ده يدل على النفسية انت بتسأل السؤال الاسود ده عشان انت نفسيتك سودة معقول ما شفتش في الضب بتاعك غير كده ولا حاجة اه غير ده افتكلي حاجة حلوة افتكلي اه كل اللي انا عملته ده وما جاتش غير على دي ده مسحت كل ده وبتفكر في ده وبعدين هي مش فكرة انك بتضرب فرض لما بتجي تسأل اسئلة مش حلوة انت بتضرب رموز بتضرب الناس بتحب الشخص ده بقالها تلاتين سنة شايفاء بيعمل لهم قضوة في المسلسلات بيديهم حكمة بيحبوا بيرفع عنهم فانت لما بتسأله وتضربه وتغبطه وتزعله وتعيطه وتكسره انت بتضرب رمزة عند الناس بقاله تلاتين سنة متعلقين به فانت بتكسر في نفسية الناس لما استلم عشرة ممثلين مهمين او تاك 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 على عشرة بتاكورة تا 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 على عشرة صحفين على عشرة ودباء وابتدي اعمل معهم بالحوارات طب ما خلاص ما انا ايه في ايه اللي فاضل الناس متعلقة بالنسبة لها تلاتين سنة انت افسد تمود الناس جبتلي كئابة كل مفتح ليه مرفعتش عني زعلتني يعني البرامج دي مكئبة بالاخر كده انا وظنها مش بس كمان مكئبة هي بتسبب ضرر للصناعة بتاعة الضيف اللي جاي منها يعني انا لما قعد اضغط على نقطة سلبية ما ولا موقف اسود انا ساعات ما شوف بقى تعليقات بتاعت وادي يا عم ممثلين مصر وادي يا عم صحفيين مصر وادي يا عم قدباء مصر ايه يا جدعان مابرح طب ايه الهدف ان انا اعمل كده انا طول عمدي بستغرب ايه الهدف ان انا ادوس على شيء ما سلبي عمله الضيف بقرطه او بالصدفة خد باله ما خدش باله الهدف أنا بقول وضعف نفسي سواد نفسي من المعد اللي كتب السؤال من رئيس التحرير اللي وافق على السؤال من المزيع أو المزيع اللي وافق اللي يقول السؤال معقولة افتكر له حاجة حلوة يا أخي ده خليباك ده جاي من صناعة تعبانين في الشخص ده كل اللي في الصناعة بقالهم 30 سنة عشان يبنوا اسمه عشان يبقالوا رصيد عن الناس عشان يشغلوا تاني وثالث ورابع فبقى خلاص محبوب فانت جاي في ثانية في برنامج تقوم مكسة هتقولي دي حالة انت بيدقك في أصلا مش حالة أصلا كذا مرة أصلا كذا برنامج أصلا البرامج دي ما بتموتش مستمرة وطلعت طبعا على كتاف البرامج ديت متطفلي طبعا اليوتيوب ومتطفلي السوشيال ميديا والناس اللي بتقطع قطع وتكتب فنبتدي بقى نبروز الحاجة اللي اتقالت في الحلقة الوحشة زي ما أنا كلامي دهوقتي هيتقطع في الحتة دي وياخد الحتة الوحشة أصلا أي حاجة هتتقال أي حاجة لازم هتستقطع ولازم هتكتزق ولازم هتتركب زي اللي عاوز ما يركبها بيركبها يعني في النهاية انت لو قلت ريان يا فجل هيتطلعه في فجل انت قلت فجل وقلت ريان يبقى ريان يبقى توظيف الأموال يبقى والواو وانت عايز ايه أداة عطف كالليبيو تخيل بقى لما انت بتديلهم المادة دي على طبق من فضة بسؤلك الغلس ببرنامجك الغلس انت عايز ايه نفسية سودة بس مش اكتر على فكرة ما يمكن ما لهمش هدف كمان غير طبعا هدف الشهرة والترند ويطلع على كتاف الضيف ما الضيف ده مشهور الضيف ده محبوب فاللي قاعد ده وقت مش فعايز ات على كتاف فيطلع على كتافه من خلال ايه من خلال الترندية والجاري وراء الترند والترند ده مأساة طب انا عايز اسألك السؤال التقليل وده يودينا اللي احنا بنحكي عليه ده ده يودينا لأعلى نسبة مشاهدة المسلسل شفت الترند عمل ايه شفت اللايف عمل ايه شفت الدولارات اللي بتيجي من المنصات خلت البنات عملت ايه شفت البنات راحوا فين اتسجنوا بنات في عمر الظهور اتسجنوا ليه؟ عشان غباء وسوء استخدام السوشيال ميديا انا هروح على اعلى نسبة مشاهدة تحديدا كمسلسل وانا اصلي مش من انصار دايما اللي هو ايه؟ تعالوا نتكلم عن المسلسل ولا الاتنين ولا التلاتة اللي قامت بيهم انتصار في الموسم ده يعني انا عايز نقعد نتكلم كتير في حاجات كتير وممكن ما بقاش يبدو ان ليها علاقة ببعض لكن الترابط جاي او لقطة الترابط الاتقاء جاي من عند انتصار نفسها بس انت رفضيش برضو على السؤال اللي انت سألتهوني انه مليه اساسا بيعملوا كده يعني ليه بيعملوا اللي هو الخبط والاسئلة السوداء تريند تريند برضو صح الناس لو انت دلوقتي المزيعة وانا نضيفها الناس السوشال ميديا بوزت لها دماغها اكتر مما يجب فوصلت الناس لمرحلة انه كله اصبح حلمه انه يبقى نجم مشهور مهما كان التمن وهل هو صحه ولا غلط زي ما انتم عملتوا في المسلسل ده صحه ولا غلط يبقى الاول اطلع تريند فيفرح فعاوز اطلع تريند تاني فبقى اتعاملة زي الادمان فقاعد مخدر او امار فقاعد وعاوز يكمل يكمل يعلم وليسلام سلم لو ده بيجيب له فلوس فيبقى ميت فل واربعتاشر وبعد انت يجي يقولك هو انا بعمل حاجة حرام هو انا بس رأ اه انا في وجه اتنظري اه لان الفلوس السهلة انت بتبوز ادمغة ناس الفلوس السهلة مش دايما ومش امان فيش حاجة اسمها فلوس السهلة اول ما اجيلك فلوس سهلة خاف ايه لا خاف قول ليه فيه انا عملت ايه او انا رايحة لفين فلوس سهلة ومتكررة كذا مرة اعرف انك رايح الهلاك في حاجة مش اللي هي انت لابس لابس يا فندا طيب انت اللي حببك في التمثيل هو المسرح المسرح دنيا كبيرة دنيا عظيمة المسرح المعلم الاول للفنان واي فنان خريج مصرح مش خريج مصرح يعني خريج معهد يعني اتربى في المصرح فبيسموه خريج مصرح لا تقلق عليه ابدا ولا تقلق منه ارميه في اي حتة هيبقى حاجة بديعة ده لا بيتلعسم ولا بيغلط ولا عارف كل ادوات وملكها والله بقى لو كان كوميديان بقى يا سلام امبراطور الارتجال يا سلام عبقار يوقف معاك ليه لانه طلع من المسرح شفت بقى المسرح ليه ابو الفنون وليه المعلم الاول ليه تمثيل امت ايه بدأت تمثيل امت اه بدأت تمثيل اه بدأت تمثيل اه في عدادي كنت بسكة الازع في المدرسة اه فاحساسي الازع ده لقوا مسكة الميكروفون بقى مسيطرة ولازم اجي بدري دي كانت اسخف حاجة بالموضوع طبعا كل العيل بتجي في معادها يعني كل عيل بتخش المدرسة من سبعة سبعة ونص انت قبلهم انت لازم تجي ستة ونص واللي ماسك الازع المدرس غتيت بقى بسحى بدري قوي فبيجينا بدري قوي عشان بقى يرتب الكرآن الكريم ونبدأ وحكمة اليوم ونشرة الاخبار ونشرة الاخبار اهم الاخبار التي وردت فتلاقيه بقى جاي ومحضر بقى بيان بيان وزاري في ايده فتخيل بقى وانت جاي مش شاف قدامك طالب جاي قبل كل زمالك دينا ضلمة عشان تاخد الورقة من المدرس وتلحى توص فيها بس انت اللي عايزة كده ممكن بقى تقولي مش يعني فرحانة بالميكروفون بس ده علمني حاجة بقى ايه افادتني بعد كده وايه سرعة الحفظ اوكي والقدرة على الارتجال فيما معناه طالما فيمت المعنى والمحتوى بتاع المدرس يعني مش لازم اعطى احفظ قبلها بيوم لأ انا كفاية ان انا بص في الورقة كده عشر دقيق خلاص انا مش لازم احفظ بص في يدين يعني مش لازم اعطى احفظ وشطب بحط ارقام طب ده انت بدأتي مزيعة بقى بدأتي بميكروفون ومش عايز اقولك الميكروفون ده كان بيجلج للعمارات المجاورة مش المدرسة بس فتخيل بقى العمارات دي كلها وافت بسمعني فكمان تعودتي بعددي جمهور جمهوري في البلاكونات طبعا بحد الصاحي ساعة سبتة ونص وصبع ونص بس احساسي ان حتى لنايمين جوه البيوت بيسمعوني زمائن للطلبة بيسمعوني ومن الازع المدرسية دخلتي بقى فرقة المسرح بتاعت المدرسة في السنة ويبقى عملنا بقى قس وليلة وحاجات كده بتاعت الولاد وفي المدرسة وبعدين بعد كده في فكرة في الجامعة مروحتش مصرح الجامعة خالص اه ساعت بلايه معلومة كده مكتوبة عني بس انا مروحتش مصرح الجامعة انا يعني وكانت بداياتها بالمسرح الجامعة ايوا جملة كانت حسن يا سبتة دي بتاعت موجودة في كل حد عايز اقول مش انا يا جماعة ده في حاجات كتير عايز اقول مش انا ده فانا لازم اكتب تاريخي بنفسي بعد كده ايه اكتر الحاجات صحيح اللي لما بتقريها تقولي لا المعلومة غلط ده مش انا بدأت في مصرح الجامعة بالكلية لا انا بدأتش انا بدأت السينما وانا فقولها كلية اساسي يعني جيت مثلتي في السينما اوكي ده كان فيلم ايه ما انا بدأ منعدادي بقى الزيعة من بدري فالكلية لازم اروح سينماية خلاص ده كان فيلم ايه اول مرة اه فيلم اسمه المقامر بعدها بقى اشتغلت مصرح بجاة محترف يعني مصرح لا المصرح جيه في السك وانا رحبت بيه يعني جيه في طريقي كده اللي هو مش هتشتغل اه يلا بينا فاروح المصرح امسك مصرح ايه لقيتها بقى لأ دي اللعبة حلوة قوي بقى لا وتمشى على المصرح كده والجمهور والبروفات والحفظ والدخلات والكيوهات وزميلك جوه وانت وايه في الكلوس عشق الحياة بتاعت خشبة المصرح عشق دنيا تانية يعني تحب المصرح اكتر من السينما طبعا انت كفاية بس السطرة تفتح بس وتسمع يعني البداية بتاعت المصرحية قلبك يدق كده وتحبيه اكتر من السينما والتلفزيون هو انا بدايتي سينمائية وتشهرت على مستوى السينما بس طبعا لا احب المصرح دنيا مرواح لا لا اصد ده تحس ان هو بالع كل حاجة جواه يعني تحس جواه كانهم راموا السينما جوا راموا الاذاعة جوا راموا الصحافة جوا كل حاجة جوا هزيه البوتقة تحس ان هو كانه بير كبير كده اللي بيخش جواه بيتعلم امش هايز امجد في المصرح اكتر من كده لان الناس هتحب المصرح اوي بقى احنا هزينهم يحبوا المصرح اوي فالمصرح يتشجع اوي فيبدأ يرجع تاني اوي 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 انت جميل ما سلت وانت صغير انا انا كنت اعمل ادوار تهلك من الدحك اه اه قلتني اه يعني ادوار كارسية بصراحة يعني ممكن مثلا تلاقييني واقف اللي هو الشخص اللي بيضرب حد وكده هيختفي تاني ازق حد انا كنت طول عمري عيل مكلبس جدا فكانوا يستغلوني في اي شيء ما متعلق بالقوة بس اي جوة مصرح اي اي مصرح المدرسة بس اتلاقي حد اللي هو المدرس اللي بيخبر وصالي لك اهدو بس يوسف عشان هو اللي هيزق فلان بس يعني ما عميش حاجة يعني طب ليه نظرتك ليه ان انا مجرد بقدم بيزق حد يعني شيء غريب جدا حتى لما كانوا ياخدوني انا بعرفش العبكور فكانوا ياخدوني في الفرقة بتاعة الكورة بتاعة المدرسة في منتخب المدرسة لما هيبدأوا يتيزموا نزل يوسف بس كنت وقتها بقيت خلاص بقى بلعب برياضة وكنت وقت جميل جدا قولك نزل يوسف دفاع اللي بقى اني كان عندي نظرية الكورة عادية العين ما يعديش فالله قولك نزل يوسف دفاع هيكسر نص الفرقة فخلاص فدايما كان اللي استعانة بيا استعانة بانسان بولدوزر بس مش حد يبنزل لموهي ولا في الملعب ولا في الفن ولا في الملعب ولا في المسرحات بتاعة المدرسة بلاش هقولك مرة أو كزا مرة خدوني في الفرقة بتاعة الموسيقى كان عندي مدرس موسيقى ده متقيل تقل ويحبط أي موهبة شوفت الحاجة الوحيدة اللي كان بياستخدمني فيها ايه عارفة انتي كده يبقى فيه بتاعات عاملة زي الشيكرز كده زي شخشيخ عملاقة الوحيد اللي قادر يشيلهم أنا ما أخلي ويوسف يمسك البتاعات دي فأنا بس دي كلها أنا ودني مع الإقاع بظبوطة فأنا ماسك الإقاع لمجرد أن أنا ضخم الجسة اللي موجود بس بس ولا بس إنك ممكن تبيانه ممكن دي بغضو مش صوابع بيانيست بصراح استحالة أي حاجة أنا حاولت أتعلم معرفة الموضوع بأمانة يا لكن في المدرسة أحسن أننا نضيف دلوقتي لكن أنا كنت تطول للوقت داما رئيس التحاد طلبت المدرسة في الابتدائي أعدادي في قيادة هنا في مصر يعني وصلت حدوك رئيس التحاد طلبت 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 المدارس فعلى مستوى الجمهورية كلها وطبعا استحوزت على الإزاعة المدرسية وطبعا استحوزت على مجلة التحاد الطلبة استحواز هو كده شو أستحاد طلبة يبقى أنا اللي أعمل سواء أنفع ولا منفعش أنا ألدغ في حرف الره أنا بنتقدر بالعافية بالتعليم اللي علمتني الله يرحمها يا رب يا رب يا رب أسيط صديق حياتي فقبل ما تعلمني لما جيت هنا التلفزيون فألدغ بقول إزاعة المدرسية كل يوم وأنا ألدغ صباح الخير عليكو عشان أنت فردة هو كده وبعدين على أيامي كان رونالد ريجن هو اللي بحكم أمريكا فأنا صرح رونالد ريجن خبر اليوم من جويدة الأهرام خبر اليوم من جويدة الأهرام يعني إيه اللي افترى ده فكرتني بالإزاعة موزيع الضغ يعني فاشل مشكلة بس برضو مصدر قوة برضو إسكاريزمة بقى مسيطر خلي حد يقول في العيال بقى في المدرسة يفتح بقه عشان الإزاعة المدرسية هتخلص أنا مستنيك مرة بقى الجثة اللي بشيليش خشيخ أيها فأكيد أكيد يعني أعرف أزبطك يعني أنت استغليت الحاجة اللي نبهوك فيها استغلتها أنت بعد كده افترى نبهوك هاو إن الجواك في توا أنا عايز أقول لك بقى إزاعة برضو أصلت فيها إزاي برضو كويس إن أفتكرنا إن الحاجات اللي بتحصل في المدارس بتدلك على نفسك في حاجات كتير يعني بتدلك أنت رسام لا أنت موهوم أنت شاطر في الدراسة شاطر في الكيميا شاطر في الفيزياء من المدرسة المدرسة قتلتك أنت خلصت خلاص المدرسة نبهتك احتمالته بحاجة عظيمة بعد كده لما تخرج وارد وارد المدرسين اللي في ابتدائي وإعدادي والسنوي مدرسين مهمين جدا في المرحلة العمرية بتاعتك طالب طبعا الإزاعة دي اللي هما الدهاني يعني أنا مش فاكرة أنا أخذتها إزاي نبهتني لصوتي إن صوتي مميز إن كانت صوتك مميز أنا مكنتش أعرف وقدر على إنه يتحرك يعني تقدر يتلعبي بالصوت تعلي في خبر توطي في خبر إلى أخير وأقدر أعلي صوتي قوي فعرفت فبعد كده فهمت إن أنا أقدر أشتغل مصرح من غير الميكروفون من الإزاعة بتاعت عدادي صوتك مدرب مدرب ومميز حاد يعني تميزه بالسهولة فأول ما نصرر بتمسك الميكروفون خلاص نصرر على الميكروفون دلوقت بعد كده قالوا إيه ده إحنا بنعرفك من صوتك فعرفت إن أنا في الإزاعة ليه المدرس سابني أعود كل تاني عدادي إنه يفضل مسكى الميكروفون إنه يفضل مسكى الميكروفون ما كنتش هفضل في الإزاعة في عائل صوتها مزعج قوي مش هايزة تفتح بقها يعني قضيها رمش معنيك تفتحيش بقك ده وإنك تتأذى أعرف يا سعيد صالح هنحدفكم بالطوب هو كده يعني في عائل كانت بتطلع بس دورك إذا تخلصت منهم أيام ما كنت أنا في الإزاعة المدرسة تخلصت منهم كلهم من كل الأ الأصوات المزعجة الأصوات النشاز أه تخلص منهم يعني قالوا خلاص بص انت مش تطلع تاني ليه كده خلاص الموضوع منتهي ما هوية كده هيتضرب يعني ما آه برضو نخلص قد يتزعج الناس إزاعة المدرسية طب ما انت ألدخ ملكش دعوة يعني انت غريب أبا يعني انت ألدخ هو طبعا حسن الصوت بالنسبة للميكروفون مطلوب وأساسي حسن اطلق بالنسبة للتلفزيون مطلوبة وأساسي مش هعرفة حسن مش هعرفة الاختيار في ايه أنا أنا مطلوب مش هعرفة الودن النظيفة الموسيقية الحساسة اللي عندها طرب قلت لازم المطرب فما نجيش يا جماعة عند حاجات أساسية الوظيفة أساسية ونقول لا دي مش موجودة وحغني برضو ما هو مش بالعافية يا مش كل الناس عندها الشطرة بتاعتك في فيلم الكيف ومين اللي هغني يا سامزا جانجي قال له أنا اللي عبس رجريب بصوتي أيوة فلو عافية بفلوسية هغني أيوة مش كل الناس زيك برضو اللي هو عافية يا لأ لا كانش أيو برضو يعني أنا كنت مهوب في الموضوع من وانا صغير بشكل أو بآخر لعل يعني ده ساعدني فيما بعد بس احنا في النهاية يعني انت بلتنا احنا بكل الحاجات اللي حصيت في الطفولة بلتكم يعني احنا استقبلناك في تلفزيون المصري الله يخليك الله يخليك والله يبصي الفضل في ده بصراحة يعود الاثنين عمري ما نساهم في حياتي أبداً وستاذا صنق منصورة بناديا الصحة لأن هي لو صح تعبير الاكتشاب هي اللي جابتني وستاذا صديقة حياتي الله يرحمها يا رب هي بقى اللي تعهدتني بالتدريب وبالتوجيه وبالتربية لحد ما توفت وانا كنت بقى خلاص يعني كبرت وشعري بيض ومسلا فاكلمها اطمن عليها او تروح مكاة انت يا ولد عملت كذا 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 وانا كنت احب اقول لها يا سوسو اقول لها اصلي يا سوسو ما اتحذرش انا بتكلم جد دلوقت وشفت نبرة صوتها قدية بحب صوتها جدا يا خبر عليها لازم نبعت لها تحية النهاردة لازم وضروري طيب هرجع تاني هرجع تاني بقى الموضوع المسرح واهمية المسرح وايه الحلول اللي ممكن نقدمها المسرح هو حل بسيط جدا حل واحد انا فكرة بقى اتحط بعد منه مليون حل من غير ما نكون بننظر يعني لان انا اشتغلت مسرح كتير برضو وعندي يعني شوية يعني تعليقات على حاجة بتحصل قدامي ان عندنا اصول الثقافة اصول الثقافة جواها مسارح طبعا ومنتشرة في الاقاليم ومصر كل حتة هو انتو ليه مش بتعملوا عروض جوا الاقاليم بعروض القيارة الحلوة المنورة دي ما يبقى تارجت اسوان للأصور المينيا بني سويف اسيوط طب المسرحية مقيمة هناك ثلاث شهور تمشي تروح مسرحية تانية مقيمة هناك ثلاث شهور مش هنكتفي ان بتوع السيوط بيعملوا في أصر الثقافة مصرح لأن نجيب لهم العروض المنورة بتاعة القاهرة اللي لما بيعرضوها هنا بيشتكون وما فيش جمهور بيدخلهم لأ يا حبيبي عشان الجمهور القاهرة مكتز بالمصرح يعني متشبع راح او ما راحش مش فرقة معي لأن كده كده يبقى فيه مصرحية تانية او تالتة او ربعة فيه السينيما عنده تشبه عنده تشبه ابعاته المصرحيات دي على الاقليم والممثلين بيتمنوا بس هم مش بيفتحونا أصور الثقافة مستعدة تروح تقعد في أصيوط ثلاث شهور ده ممتع هتجي تقول لي منع كان عندي تصور فيلم بس يسيبه 4-5 دقيقة ده شغله برضه شغله عندي شغلة عن شغلة هيفرق لأنه فيه فلوس أرجان لا لا ما هو بياخد فلوس برضه في أصيوط وحيبقى بيتفرج على جمهور الأقليم اللي هم ما بشافوش في القاهرة فحيبقى عنده متعدة ان يكتشف جمهور جديد وناس جديدة بدليل ان هم بيروحوا يعرضوا في الأردن ويروحوا يعرضوا في دبي وروحوا يعرضوا في المغرب اللي عايزين يشوفوا جمهور آخر ناس تانية بتستقبل مصرحياتهم دي ازاي فمتع للفنان ان هو يعرض في أماكن مختلفة فلازم يفتح وصوله الثقافة ويعمله جواه عروض في الأقليم ما يكتفوش بعروض في القاهرة بس ماشي تنتشر بقى في كل الأقليم مصر حل هو عادي جدا على فكرة حل بسيط وكل الناس عارفاه بس لازم يتفعل يالله يا ريت طيب بس ان عايز اخد فصل وعايز بعد الفصل عندي ضيفة تانية هتبقى موجودة معنا وعايزك تتعرفي عليها وده مهمة جدا وهنقعد نتكلم احنا التالتة ماتفقين ولا يبقى عندك مشكلة ان يبقى تلك الفصل تانية لا انا دايما ما عنديش مشكلة معي ما عنديش اي مشكلة لا لا خالص انتصار كما جرت العادة هي واضحة جدا يعني انتصار جريئة لا انا في رأيي يعني انتصار واضحة مش قصة جريئة ولا مش جريئة هي من غلبي انها واضحة جدا طبعا نديش مشكلة اهلا وسهلا فاضفتنا هتنورنا بعد الستوديو بعد الفصل بعد الستوديو ايه في الستوديو بعد الفصل استنونا اهلا 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 بكم بعد الفصل طبعا احنا بنرحب بالفصلة العزيزة تعرفيها؟ تعرفيها؟ حسنا كيف حالك اهلا؟ انا اهلا انا من معجبينك بجد انتي اسمي كيه؟ انا اسمي يا فنانة انتي واش فاهم انا معجبة بك ايه يا فنانة اشرف اشغال شقة وعلى نزلت مشاهدة كله يا فنانة كله يا فنانة اوه يهلا اعمل اشغال شقة؟ والله اش اقول غير كده انا من عينياتي أبلي لايتي انا اعيني يا فنانة اعرفك بشيستة؟ شيستة بانتي شاهزت غوية تمثيل وشاهزت بطلة جنباز واللعابة بالي وتحاولت تمتلك آلة أي آلة عصر بتلعبي إيه؟ أنا بنتي بلرينا إيه ده؟ اللعابة بالي بردو وبتلعبي مزيكة إيه؟ هي مش معروفة بس اسمها ليوكوليلي جتار بس على صغير بدل ستة أطربي بأربعة وبعزف على البيانا بس أشباه فهم أي حاجة بس عارف عزف بس بتعرف يعني بس تسألني على نوتات هقولك معرفش بس اسمها إيه بقى الجتار بس صغير يوكوليلي يوكوليلي ده غير المندولين ده غير المندولين خالص هي الشبه اللي كانت فتلعت في إيه؟ زي اللي كانت في مع محمد عبدالوهيد عارف لما يقضوا كده حوالين النار وهم مندولين اللي كان مع عبدالوهيد أيوة اه ده كان مندولين اللي مع عبدالوهيد ما يحاجة شبهها كده بس على الجتار بس على صغير انت عندك كم سنة يا شايست انا عندت سبعة عشر سبعة عشر انت السنة دي في ثلثة سنوي دي حقيقة اخر سنة ليكي في المندولين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وعرفتي هتخشي كلية ايه ولا لسه ده سؤال جميل جدا ده السؤال الصعب إلا مش المفروضة أسأله إلا ده مفروضة أسأله يا تمثيل اختار انت ولا ليهم أي علاقة ببعض وده عمل بالرهب الزبط زي بنتي اخترت أربع كليات سينما وعلوم سياسية بس يما شاء الله جاي بحاجات وايجيبتولوجي وطيب أربع حاجات ولا ليهم علاقة ببعض احنا بعد النتيجة هنغربل ونطلع احنا عايزين ايه عايزين ايه دي اللي هي احتمال يعني ندرسها بس في نهاية هنمثل بس المهم من الدراسة الكويسة هتفدنا برضو في التمثيل تبت عايزة تمثيلي ليه عافية انا بحب التمثيل جدا انا بحب التمثيل جدا عشان اول ترى هتخشي هندسة ليه عشان مين قال ان انا هخش تمثيل مين قال ان انا يعني اصل التمثيل ده حاجة انا مستنيها جيلي فانا أخش هندسة وكمل في مجالي لحد ما التمثيل يجيلي فيش حاجة ده اننا وصلها على الاطلاق عايزة تمثك خش هندسة ليه لانه هندسة فانا بحب التمثيل خيصي الجدي ان شاء الله اي حاجة بالموقع على ما يبدو ان دي قزمة جيل كامل يعني دي مش قصة تساسة القصة دي عندي وعند ولاد اصحابي تقريبا بكلهم وحاجة ازا كده فانا متبرجل متبرجل بس بقدون عايزة اقولي على حاجة ان التمثيل سواء انت درسته او مارسته وعندك موهبتك طبعا وبتحبه لو أنت دارس حاجة تانية بعيدة عن التمثيل بتفيدك جدا جواه التمثيل يعني أنت لو دكتور مثلا ده بتبقى أنت جاي من الخلفية معينة فيها مذاكرة فيها ناس ما متعود على بازل المغلول على التفاصيل فبتبقى ممثل يعني أنا ما شفتش ممثل دكتور أو مخرج دكتور أو مهندس مخرج يعني جاي لنا من كليات تانية صعبة إلا كان مثال للالتزام والعمل الصعب يعني يعرف يطبق باليومين ويشتغل حفيز ملتزم يعني بيفيدك جدا في التمثيل كممثل إنسان بيفيد خبراتك كمان اللي قلنا من علم اجتماع اللي قلنا من علم نفس ده فادم جدا في فهم الشخصيات طب أنت بتتعامل مع شخصتها إزاي يعني أنت فيجي جزء دكتور بتتعامل معها بالدكتورية دي ولا بتتعامل معها بالدكتورية أنا لا تجزأ يعني بتتعامل برضو بالدكتور يعني ممكن تقولها لا مش هتخشي الكلية دي هتخشي الكلية دي لا في الحتة دي ما ما أظنش دي الديمقراطية الوحيدة دي الديمقراطية الوحيدة بحاول أقنع يعني عشان حرام ما تخشي كلية التعزم غير كده يعني هي مثلا أولها ما عايز أخشي ده تم هندسة يا شايزة لا بس ما أنا إذا أخشي ده أعرفيك ده موجود في هندسة يعني جربي يخشي هندسة وممكن يعني هزو خش هندسة ليه؟ آآ هو ما يقولها كده بتعود تقول مثلا إيه؟ عايزة مثلا مش هابقى أيه تصميم إيه؟ مش هابقى إيه؟ فبحس إن الحاجات دي كلها لو تجمعت الأفكار اللي فيها علاقة بالتصميم هتبقى يا هندسة يا فنون جميلة لما أنت بتحب التصميم حابب كده حابب ترسم وهي بترسم كويس فخلاص اتجي لناحية العمارة بس أنا مش كده في هندسة إن أنا حساها مجال تقيل قوي وأنا نحبش حساب ولا فيزياء فيعني خش الناس عامل ايه؟ يعني نتكلم يا جماعة التجيل يلقط والله العظيم هم أنت ولا الحاجات الحساب والماث والفيزيكس ليه داخل هذا؟ يعني خلاص كيف تريسي المواد الثانية؟ أنا بحب أركتكتش اللي هو التصميم الخارجي إن أنا أرسم مبنى بخيالي أنا بالكرياتيف دي بتاعتي عندنا وإن أنا عمل مبنى دي حاجة أنا أحب أستيزي أستيزي هتتعب أنا حاجة كمان أنا هقول لك خبريتي أنا أنا هقول لك على حاجة هتخش الخلاط هقول لك حاجة في التصميم الخارجي أنا عارفة إن أنا برسم بقى ومش عارفة إيه بتاعتي بس حتى لو أنا أقدر أذاكر أن كان الفيزيي اللي هدو يعني ما أنا أخذتها في المدرسة اللي ما أقدرش أخدها في الجامعة وأدوس على نفسي وأذاكرهم ونفسي حوار مع حسابي تاخدي خلاصة التجربة؟ أتفضل أنا في الأول بعد ما خلصت المدرسة دخلت هندسة ما شاء الله الله أكبر ليه؟ ليه؟ عشان أنا بحب التصميم الخارجي وكنت بحب أرسم وصمم واجهات وكل الكلام ودخلت إعدادي هندسة أعرفت إن أنا مش مهندس فس ابتهب بعد ما خدت إعدادي أو بالأدقة بعد ما سقطت في إعدادي هندسة أنا أقدرش أقول بعد ما خدت إعدادي هندسة أنا بحب فيك التجارب فلو هو ده السبب اوعي تعطبي قدام بوابة هندسة عشان ده أنت مش مهندس أنت فنان أنت رسام أنت عندك خيال كل الكلام ده رائع هندسة قصة تانية تماما كلها إرقام كلها حسابات بس عايز أقول لك كلها دقة أنت درستك أفاديتك كموزيع أنت موحتش درست أنا موزيع لا أنا درست إعلام أنا دخلت إقتصاد إقتصاد أفاديتك جدا لما جدت لا تشتغل سياسة أعتقد لما جدت تشتغل موزيع اللي هو ربط اللي بيطلعوا كل يوم دول اسمه إيه الموزيع اللي بيطلع كل يوم الربط اللي بيطلع كل يوم لا أنا مبسوط أنها كانت تنقرد لكن الاقتصاد فاديتك جدا ما خلكش جاي من الخلفية ضعيفة جدا فأنا بقول لك لو هي دي بتاعت هندسة هرابي من هندسة أنت ما بركزتش أنا قلت إيه أساسا أنا بقول لك أي دراسة أنت بتدرسها أي دراسة بتفيدك في هوايتك بعد كده يعني أنا أنا يعني أنا تخرج التجارة أنا عايز أقول لك أنا أثر أسرع واحدة بتتفي مع درين الإنتاج وأسرع واحدة بتحسب دفعتها وأسرع واحدة بتتعامل مع الضرائب مأموريني الضرائب أساني بيرتاحوا ومتعاملوا معاي المحاسب بتاعته مرتاح معاي سفل جدا أنا عايز أقول لك فيهم مش فاهمين أي حاجة في الأرقام بتاعت لا أنا تمام الأرقام عندي تمام ده عشان التجارة فأفدتني كموسل وتعرفي بقى تتفوضي ومش عارف إيه وتقرسي في الفصال والحاجات دي بس بعرف بعد الفصال أنا أسكندرانية إحنا بتاع الفصال أساسا تشكر علينا يا رب آه ممكن ساعة فصال على خمسة جنيه مشكلة قاعدة قاعدة ده هو متعة الفصال خمسة جنيه من ألف جنيه بس أنا هعفصل في الخمسة يعني هفصل في الخمسة دي متعة الشراء الفصال نيف سأعرف ليه آه الله بقى وانت أخذ الحاجة أرخص يا سلام أصلا أنا من الناس بتاعتها كلمة واحدة ده بكام بكذا كل رجالة لا أنا أخذها كذا كل رجالة زي لو مدت هديش بالرقم اللي أنا عايزه يسيبك وامشي كل رجالة زي وبيحبوش ييسو كتير آه طبعا ويخشوا محل عما فيك أنا عرفت حوارا أنتو بتحاولوا بتفاصله ده لما أنا كنت مع جدتي كنا في محل ماشي فهي قارتني هان مش عرفة بكام فبعديها قاعديني نناقش معاها بقى وتقول لنا فبعديها هتقيت لي هوا إحنا كنا في دبي فكتة ست مش فهمينة أصلا باللهية كتة تهندية ولا ما عاوش فبعديها هتقيت لي عادت بقى تكلمني وعلا بتقول لي إنحنا نروحين هناك وعلا تغمز لي بقى ولا ما عاوش تقامل إيه تقول لي إنحنا نروح هناك فجايين ماشيين هتقيت لنا استنوا 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 فقلت آه تيتب تفهم قصديت الحركة المصرية الأصيلة دي لو ماهنوت. نحن هنسيبها ونطلع قدامها نشوف. قدامك ماهنوت. فيروح من هناك طب بس يرجع. عشان تعرف. احنا في الفصال في كل حتة في العالم. ايه اكتر حاجة بتحبيها في ممتك? عارفك احب السؤال ده جدا. حلو. والله بجد احب السؤال ده جدا. اكتر حاجة. مش هل حاجاتك كتير. ماشي. اكتر حاجة بحبها في ماما هي قوة شخصيتها. ان ماما شخصيتها قوية جدا. ان الناس مش بتخاف منها بس بتقدر شخصيتها من بعيدة. حتى يعني حتى الناس لما بتشوفها كده. لهو ايه فيه. في مساحة احترام جات قرية من غير الماما ما تتكلم ولا الماما ما تتفتح بقاها. وده معرفش من ايه. وحتى لما حد بيتكلم معها هي تعرف تحط الليمتس على طول. الناس بتفيه في سنة قوة بتباني. سكتت ازاي كده؟ نعم بتسمع بتسمع اصلا. انا عارفة. انا عارفة وما شايفيني ازاي. بتبارمج. بس الكورش تخصيتي مش موجودة في البيت. مش على اولادها يعني حمد الله. مش موجودة في البيت. بس مش مسيطرين في البيت. لا كأم مسيطرة بس ايه اصدا يعني التعامل اللي هو الرسمي. مش اللي هو الحزم المطلق خول الوقت. افندم نعم اهلا يا مادام ازايك. اهلا محمود بي. فرصة سعيدة جدا. تتنقشي وتاخدي وتدي وبالك طويل في الملقشات؟ في البيت ولا برة؟ اه انا شايفة كده. ما انت بتتعلم. خلقك ما يدقش. لا انت بتتعلم تكون اب وبتتعلم تكون ام. لازم تتعلم ما انت مش مولود اب. مرستك مع ولادك بتتعلم كيف تكون اب. وباباك رباك ازاي طبعا. فانت بتاخد الخلفية دي وتشتغل بيها. فانا طول الوقت انا في حالة تعلم. انا لو كنت شفته ماما برة كنت اقول ان انت صار في البيت ما بتقش ولادها من اول اه خلاص انت هتعملي كده خلاص انت هتعملي كده يعني مفيش مناقشة. لكن امي عندها صبر انا معرفش هيجاب ابني انا مستحيل يكون عندي نفس الصبر اللي عندها. انا وعد اتكلم اقول ان عايزة ده وعايزة ده ومش عفقي ونعد نهاتي في الكلام ونكمل في الكلام وهي معايا ومطولة وقاعدة معايا في الكلام. جربتها في التمثيل. هي اشتغلت معايا في كلبش كان عندنا ثلاث بنات في كلبش واحد فكتنا طلع اسمي حنان في فترة وبيه رفيها اللي هو الامير كرارة ومعام حمدود في مجلس تخب عندي. كانت قدي كده. فقالوا لي فيه ثلاث بنات فقعتني شوفت عمرهم فطبعا عايزة اقول لك ان انا ما كنتش عادرة سبب بيط لوحدها. لان انا انا بشتغل وابت واجهة من المدرسة فباضطر اجيب ماما طاعد بيه. فقلت طب ما انا اخدها معايا بقا في المسلسل ده وهي تبقى بعد المدرسة معايا او لو حد غير مسل. ايوة. واخوها اللي اكبر منها يتمد على نفسه. ماش. فخدتها من البنت الصغيرة في حد بيعمل الدول ده قالوا لي لا انا اجيب بنتي. اوكي. وبرضو ايه لما بيقول العيل انت تعرفهم احسن وغرب ما تعرفهم. طبعا. وبيعيات وكده وساعد. فجبتها بقا اشتغلت معايا. فريحتني جدا في التصوير. لان انا دايما عادة مع اخواتها اللي في التمثيل. اللي هو كانت اختها كبيرة اسماء جلال. واختها الوسطانية مش فاكرة اسماءها دلوقتي. كانت طول وقت قاعدة مع اخواتها. يعني كانت مش مزعجة جدا. مش مزعجة خلص بالنسبالي. فقلت طب كويس. مش هيبكة الكواليس. حلو. لانها اسماء بتروح معاها المسرح. فقلت طب كويس. وهي بتمثل بقا. المسرح بتلف بقا. ايوة. انا المسرح ده بجد كان طفولتي كلها. بجد. كنت واحب باجي معاها جدا. كنت بازلني علينا ناجي كل ما الرأس. سيكت احانا بتقولي لا عشان مدرسة بقى تاني يوم. وهما بيخلصوا متأخروا. لسا. فلما جات بقى تمثل المشيات بقالي فيها ماميتها بتشيتم. واخوتها حيتضربوا. لقيتها متأثرة قوي. وشها وبتعاية. فلقيت بيتر ميمي كان مخرج. صورها لوحدها كده على الموبايل. وام جابلي المبايل قال لي ايه ده. ايه ده بتمثل. ايه ده متأثرة ويوافة في وسط مئة نفر. لقى ده في امل. اعتبر اكشناتها لا بتحس. يعني عندها مشاعر. من وهي صغيرة. متأثرة بالحورة اللي حاصل حواليها. وده صعب انك تقولوا العيل صغير. فقلت بقى لا في امل. من كلبش واحد. من كلبش واحد. عندها تلت مشاهد كده. عندها احداشر سنة تقريبا. حاجة كده. حاجة كده فعلا. وخلي بالك انا ممثلة. يعني سهل اننا. يعني قلقت بسهولة. الطفل ده بليد. ولا عنده احساس باللي بيدور حواليه. من رأكشناته. الطفل ده نور ومتحرك وبيحفظ. ولا هادي ورقيق. ومش بتاع كاميرا. فهي عندها مشاعر. وفي حكم حكم منطقي على شاهستة. ولا حكم اللي هو ايه. الام بتتكلم عن بنتها. اه لا. هي بتحكم الموضوعية. لا حكم قاسي كمان. لان ادي مهنة قاسية. عشان ما تقولش انا عايز امثل وهي مش كويس. لا هي عندها النبتة. المشاعر والتقصم المشاعر. عندها القدرة على انها. اقولك حاجة تانية. مقياس تاني برضو بنعمله. ان تشوف الشخص في الكاميرا. يعني ما تفرجش عليك في الحقيقة. انه ممكن في الحياة تبقى امور. وجميل ولطيف وبتضحكنا. اروح ابص عليك في الكاميرا. اه. اشوف طلتك عاملة ازاي. هم. هتبقى واحد تاني على فكرة. يوسف اللي قاد قدامي غري يوسف الفكرة. يا الكاميرا قبلاك مش قبلاك. يا اما قبلاك وحباكم حلياك. هم. لان في ناس بتشوفها في الحقيقة. بتحس ان هي مش حلوة. مش فظيعة. العين مش بتبرو ايه يعني زي. كارزميتهم عادية تشوفهم في الكاميرا تقولي. يا لهوي. ده طويل قوي كده ليه. ايه. ما انه في الحقيقة صنن كده. في الكاميرا تحس له طويل عملاق. يعني بتبرو. فده تيست تاني بنعمله للممثل برضو. اوكي. فهي برضو لما شفتها في الكاميرا. لقيتها بينها. يعني لو وقفها جنب تلت اربع بنات. لا تعرف تجيبها برضو. فده تيست آخر يعني. فحكم عليه كان قاسي. امتى ممكن يحصل تصادم ما بين كنتم الاثنين. ايه. دا سؤال حلو قوي. هو ههي كل اسئلته حلو قوي. لا انا في اسئل وفكرتش فيها. بعد اذنك. تمجو عايزان تعقولي اسئلة حلو. هزلوة اسئلة حلو. هزلوة اسئلة. ايه. تدي الفرصة هتقول طيب. على اللي فات قلت انا بحب السؤال دا. في فرق بعد ايه. بزرط. ما تصدبوا. يحصل تصدم. ها. ليس متذكرة نقاش عادي ممكن نختلف وجهة النظر بس في ايه انا مش وكا عادي دي لحظة السؤال هو طبعك وزي بعض واخدين نفس الطبع يعني شايزت اخذ نفس طبعك انا حاس يعني من رأيي انا انا شايفان في القصوى انا ما اقدرش ان انا يعني حاس ان في القصوى دي ما اقدرش لكن حاس ان في الهزار وطريقة التعامل ممكن شوية طريقة التعامل في الهزار اتضحك الحب اللازازة اه بيقولوا في مي ان في في فينا من بعد في طريقة الهزار اه بريد الكلام الروح يقولوا في فينا من بعد لكن الناحة التانية دي وليس ده ابي لكن القصوى بكرا ما تبقى ام هتعرف ان الله حق اه اه اعرفك انا بقول كده برضو انا شايفة كده اه انا حاسة بس عشان هي بتخاف علينا شويتين ففي حتة اه بس ده طبيعي يعني ام لازم تخاف على عيالها هتخاف على مين لو مش الام اللي هتخاف اما الولاد الجنالي هيخافوا مش عارف بس قصوة ليه كل العلب بتعلق على ده يعني طي لو ما خافش عليكم اخاف على مين طيب يعني او او يعني او مين خاف عليكم غيري ايوة بس انا عندي سؤال بس قصوة القوة اللي في الشخصية دي مش جاي من ايه ام يعني دي افد انا دلوقتي لما بقيت ام ما بقيتش عندي نفس القوة دي انا بس ألكو على فكرة كمان ده سؤال اموكو في فرق ما بين القصوة وان انا بشد عليك اه مفيش اب او ام قصيين على عياله في اب وام بيشدوا على عياله بشد عشان انا خايف عليك بشد عشان انا عارف اللي هيحصل بشد عشان انا عجزت وشفت النتايج بتاع ده ايه فانا بشد عليك ولا حتى بقرس ودك انا بس بشد يعني دبت كده زي كأنه فيه روباط ما بينه فانا ممكن اسيبه لك وتتحرك بس بيجي عمد حيطة وروح شدت تاني ان انت كده هتفلت انا عارفتك في التربية مش بحيث ان امي قاسية بس بحيث ان هي شخصيتها قوية طبعا ده اللي انا بشوفه من من بره مش يعني من ناحيتي انا مش مش موجود بس يعني حسن دي حاجة هي اخدتها على مرور السنين يعني مش حارفة حاجة دي انا برده اخدها منها برده دي خبرة وتجربة وده محبة من ام البنتها دي مش زي بولك دي مش قاسة احنا الوقت جري انا معاولة والله الوقت جري انا روح انا روح دي كنت نلي ايوه فوزير صحك اه تفتكرش ايوه الكلام ده انتو جيد فضله انا صراحة صراحة اصلا اعرفيك قبل ما نيني الحلقة بحتاج اقول حاجة انا كل مرة حدي قولي اه دي مش عارفة من مسلسل قوله اه بس انا معرفوش انا معرفش انت بتكلم عن انا بس انا اول ما حد يكلمك ايوه ماشي برجع افتح بس اهم العادة دي او ما تقولهم اي اسم مش عارفينه عطول يفتحوا التليفون الممثل مين الفيلمي دي نسخة منك بس المشهد لما تقولهم مش عارفة نفس طريقة التفكير اه هي واضحة هي بتقول يعني انا بقيتلك بس انا هقولك بقى شوف ايه فهي على طول ايه واخد اطراف الحديث ايوه الان تبقى واضح وتبقى صريح عشان تسهل على قدامك يفهمك عشان يعرف يحبك اسرع لا تلتوي ما تتدريش ما تتلقمش صح مفيش لوعة مفيش لقم سهل على نفسك وعلى الاخر التعامل عشان نخلص عشان الوقت ما تضيعش وقت في انك تلتوي على الاخرين لان الوقت اللي بتضيعه ده استهلكوا في حاجة تانية افضل خليني انا بقى اكثر فعلية اكثر انتاجا مش عايزين تضيع وقت فلف ودوران وقصص وحكاوي وحواديد لازمته ايه مالوش اي لازمة انتباعة مش كويسة للأسف انتباعة مش كويسة وانتباعة مش حلوة وعلى فكرة وصعوبتها في الحياة مؤذية للشخص طبعا يعني اللاقين بيتئذي الكداب بيتئذي قوي طبعا الملتوي بيتئذي الوقت طول الوقت قسر اللي بتخبي ايواء وبتخبي الحياة ليه حتتئذي خليك واضح صحيح كده وجميل ويرافع ايديك اه تمام انا هو سلمها يعني تقلق سلمها هتسلم اه والله العظيم بس لو يسمعوا الكلام يا حسيد يهو سلمها هتسلم سلم كل سلام طيبين نورتوني النهاردة جدا 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 نعمل حلقات يلا يلا والله يلا نعمل حلقات كتير يعني ونقعد نتكلم ونجيب بقى ضيوف بجد ونقعد نتكلم معاهم ونفتح مواضيع اه مو غدت احنا الاتنين على الناس قدر اللي استطاعها هيبقى برنامج كارسي والله العظيم انت صرح لازم نمشي عشان اما هيطار الكرة تعدي اللعب مايعديش اللعب مايعديش والله ما حصلت في تاريخي الكرة وين ما قدي كده الكرة تعدي اللعب أبدا مرة ثانية نورتوني وشرفتوني الحلقة تعدي اللعب مايعديش مضيف قاعد بس احنا هنختمها انت صار نورتي شاهزت نورتي شدي حينك اعرف عايزة تخشي كله تقول ومثلي زي ما انت عايزة بس اعرف عايزة تخشي كله ايه وانا منتجيل يعني مقلق دورت وشرفت كل سلام وطيبين يا جماعة ولازم هنتقابل تاني هنقعد نكمل بقى مناقشات ورغي كده وحكاوي وحنا نتماشى بعد ما الحلقة تخلص بإذن الله واتوكل على الله كلام خلص لكن بالتأكيد الكلام خلص دلوقتي المحبة تبقى مما نشك فيه وهنا التقي كمان في الحلقة اللي جاية استدوني اشتركوا في القناة